في الولايات المتحدة تتواصل جهود الحزب الديمقراطي الأمريكي للسير بإجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب الذي اعتبر اليوم توبيخ الكونغرس له بأنه غير مقبول إجراءات العزل لها قنوات دستورية عدة نتعرف عليها في التقرير التالي سلاح الإقالة أداة من النادر استخدامها لخلع الرئيس في الولايات المتحدة من كرسية حيث تبدأ العملية إذا اعتبر المشرعون أن الرئيس مذنب بالخيانة أو الرشوة أو غيرهما من الجرائم والجنح الكبيرة وفقا للدستور الأمريكي يجري التصويت الأولي في مجلس النواب في ظل حاجة إلى أغلبية بسيطة وفي حالة الإقالة تنتقل القضية إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته وفي حال حدوث ذلك تتم إقالة الرئيس تلقائيا من منصبه دون إمكانية الاستعناف على الرغم من أنه لم يتم إقصاء أي رئيس أمريكي من منصبه بموجب إجراءة الإقالة إلا أنه تم عزل إثنين من مجلس النواب لكن تمت تبريتهما في نهاية المطاف في مجلس الشيوخ وهما أندرو جونسون في عام 1868 وبيل كلينتون في عام 1998 أما الرئيس ريشارد نيكسون استقال في عام 1974 لتجنب بعض الاتهامات من قبل الكونغرس على خلفية ما يسمى فضيحة ووترغيت موسيقى